هزيجينا على أول مثال اللي باية بركورسر أندر قوز ريداكشن هي هو السلون داك سلون داك هو نانستيول درين انتفلامتري دراج صنعناها بشكل سلفوكسايد سلفوكسايد أحياني الريدكشن طبعا سلفوكسايد انيكتب يكون سلون الريدكشن إلى السلفاد اللي هو الاكتف السلفاد ما أقدر أنطي أورالي أو مباشراتين يبعتبر هو الاكتف غير غير مفوض أنطي أورالي لا ما أقدر ليش لانه عنده هذا يكون يعني يسوي قد يعني بسبب وجود اكثر بسبب كثرة وجود بالجسم اللي هو يكون طبعا في فهم اللي هو يسموه هو نفس الشي. اه فلذلك يعني اصنع اصنع لانه يكون لانه انشاب الافيكترون. تمام رح يعاني بعدين الى سولفايد اللي هو الاكتف درق حينطيني الى اكشن اف نون استرياضي الانتينفنوماتري الدرق. هذا المثال بايا بروكوسا دات اندر قوز ريداكشن. تمام? مجزي. ناقلنا شين المشاكل اللي ممكن يتواجه هنا. انا صح يعني علجنا المشكلة مال انه ما قدر انطي يعني سولفايد اكتف لي سبسفيت لأزم حولها سولفاكسايد. الى بعدين سنرى الى سولفايد. ناقلنا شين المشاكل اللي هاي ممكن تجي هاي التعداد. قال اني يعني اكتر شي اجيبها. فاول مشكلة انه قد يعاني قد يعني انا مثلا اني صناع الدوه بحيث انه يخضع لدريدكشن. قد ما يخضع لدريدكشن قد يروح الى بالترنيت باثوي يعني مغاير. يعني مختلف. قد يعاني اوكسيديشن. انا ما يليصل للأكسيديشن. انا ما يليصل للأكسيديشن. السولفايد إلى السولين داك بحيث تكون inactive وما حسبات ما عنده تمام فانا نساف انو اول مشكلة عندي participation of alternate metabolic pathway that may inactivate the compound نعم بدأ ما يصير reduction so the oxidation in this case after absorption of السولين داك irreversibly metabolic oxidation of the sulfoxide to the sulfone can also occur to give an inactive compound اقضينا نقضي عني oxidation إلى السولين داك وهو ال inactive form فما قد أسفاد من عنده تمام ها هو مشكلة ثانية مشكلة orthوزين less frequently some products may rely تعتمدلي بشكل أساسي على chemical mechanism rather than the enzyme for conversion to products اول مشكلة الثاثة انه المو يصل للمتابوليزم هذا الدراقماتي قد ينطي toxic metabolites فانا نحضر البيشت اكتر ممحافيه اشتركوا في القناة